فقط يتكلم كثيراً باسم السماء هذا عامل حاله أنه مشروع حياته وأن الهدف أنه الإسلام وإقامة الإسلام ودولة الإسلام ودين الإسلام وشرع الإسلام كلام استهلاك كلامي على أنك لو فحصته وعيرته بأخلاق الإسلام التي تعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان طبعاً صدق الأخلاق مباشرةً يعبر عن ماذا؟ عن عمق الإيمان في النفس كذب الأخلاق هشاشة الأخلاق هل يمكن أن تؤمن بأن إيمان الذي يخون الأمانة ويتغولها إيمان عميق؟ مستحيل تقول لي مستحيل أي إيمان هذا إيمان على السطح إيمان طافي وعمق واحد ملي متر فقط صحيح؟ عيّر هؤلاء بأخلاق الإسلام ترى العجب طبعاً لا تحدث عن الكل تبه لا نعمم التعميم خطيئة لا نتحدث عن الكل قطعاً قطعاً في كل ضائفة وفي كل كذا هناك الصالحون وهناك الصادقون وهناك المنونيون المضيئون بلا شك لكن نتحدث عن ظاهرة كما تحدث الله إن كثيراً من الأحبار والرغبان على أن منهم من كان صالحاً من كان ثقياً من كان خاشياً لله تبارك وتعالى إذن هو وهم الأحقية بالله فقط لماذا؟ لأنه يتكلم كثيراً ويظهر كثيراً أمام الآخرين متكلماً باسم السماء باسم الله باسم المقدس فالناس توهموا فيه القداسة وهو أيضاً أكثر منهم صدق هذا الوهم صدق هذا الوهم بعض الناس تتحدث عن الدين أيها الإخوة وكأنه ملكية خاصة لهم ما رأيكم؟ ملكية خاصة لهم من حقهم أن يدخلوا فيها من شاء وأن يطردوا من ملكيتهم من شاء وليس كذلك؟ هذه مصيبة عظيمة